الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نتكلم في هذا الدرس عن أهل المعاصي فنبتدأ بتعريف المعصية ثم نذكر بعض الألفاظ التي تدخل في العصيان ثم نتكلم عن أقسام الذنوب والمعاصي ثم نختم بالكلام عن حكم أهل المعاصي تعريف المعصية عرفت المعصية بأنها مخالفة الأمر الشرعي فمن خالف أمر الله تعالى الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه فقد عصى ويمكن القول أن المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات أو هي ترك ما أوجب الله تعالى وفرض في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وارتكام ما نهى عنه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة وهناك بعض الألفاظ التي تدخل في معنى العصيان فمن ذلك الذنب قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه ومنها الخطيئة كما قال تعالى عن إخوتي يوسف عليه السلام إنا كنا خاطئين ومن ذلك السيئة كما قال تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات ومن ذلك الحوب قال تعالى إنه كان حوبا كبيرا ومن ذلك الإثم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ومن ذلك الفسوق والعصيان كما قال تعالى وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان ومن ذلك الفساد قال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ومن ذلك العتو كما قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ومن ذلك الإصر كما قال عز وجل ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والإصر كما قال ابن سيدة هو الذنب الثقيل أقسام الذنوب والمعاصي للذنوب والمعاصي عدة تقسيمات فمن ذلك تقسيمها من حيث من وقعت في حقه تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها ما فيه ظلم الناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد الضرر والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ أموال الناس فيزني بها ويشرب بها الخمر تقسيم الذنوب من حيث نوعها يمكن أن تقسم الذنوب باعتبار آخر وهو اعتبار النوع فهناك معاصي تتعلق بالاعتقاد كالشرك والنفاق ومعاصي تتعلق بالأخلاق كالزنا وشرب الخمر ومعاصي تتعلق بالعبادات كترك الصلاة أو منع الزكاة ومعاصي أخرى تتعلق بالمعاملات كعقود الربا والرشوة مثلا والسرقة فهذه أربعة أنواع تقسيم الذنوب من حيث عظمها جمهور أهل السنة يرون أن المعاصي تنقسم إلى قسمين إلى كبائر وسغائر وهذا بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار حكم أهل المعاصي العاصي عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا حكمه في الدنيا وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولا يخلد في النار كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد خالف في ذلك طوائف من أهل البدع كالوعيدية والمرجئة فكانوا بين إفراط وتفريط في حكمهم على أهل المعاصي فعند الخوارج أن صاحب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار وعند المعتزلة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين فليس بمؤمن وليس بكافر وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار كما قالت الخوارج وقد قابل هؤلاء المرجئة فحكموا بأن صاحب الذنب أو صاحب المعصية مؤمن كامل الإيمان في الدنيا وهو في الآخرة مع النبيين والصدقين والشهداء وحجة الجميع تتفق في أنهم يرون أن الإيمان كشيء واحد لا يتبعض فلا يزيد ولا ينقص فإما أن يكون الشخص عاصيا والعاصي ليس بمؤمن وإما أن يكون طائعا وهو المؤمن وبالتأمل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب الذنوب والمعاصي وموقف من سواهم ممن ذكرنا يتضح بجلاء وسطية أهل السنة والجماعة وصدق الحق تعالى إذ قال فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد